اشتركوا في القناة معربا سيادته عن تطلع مصر لتعزيز أليات التعاون السنائي على شط الأصعيدة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط كما أشهد السيد داتشيتش بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر تحت قيادة السيد الرئيس مؤكدا حرص السربيا على تطوير العلاقات السنائية في جميع المجالات وتفعيل أليات التعاون المشترك بين البلدين لسيما على المستوى البرلماني اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات السنائية خاصة في مجالات الصحة والطاقة والسياحة فضلا عن التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما القضية الفلسطينية إلى جانب سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية في ضوء مواقف سربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية ترجمة نانسي قنقر